الي معانا النهاردة يا جماعة هو كنز المريض السكري يقولوا ان الميك جرام منه بيزبط مصطرات السكر في الدم ومش بس كده لا بيفرز لك الانسولين فتعالوا بينا النهاردة نشوف ايه المعجزة الي معانا دية وازاي ناخدها يارب اقلي مش مشترك في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جدد ناخدش على طول في المكون الي معانا والناس يا جماعة اللي بتقول انتو بتتكلم كتير والله بشرح كل حاجة عن المكون الي انا بجيبه تمام؟ فما عليش ممكن اطاول شوية بس والله بديكوا كل المعلومات الي انتم محتاجينها وفي الاخر هقولكوا الطريقة الي تعملوها بيه اللي معانا دا ايه بقى؟ اللي معانا دا اسمه الشوفان الشوفان دا جماعة كنز وسحر المريض السكري لو عمرك ما جربت الشوفان اهوا دا ديت انا جايبها اهوا تبسوا ديت الورقة بتاعته هيت الشوفان وحتى بتبقى جاية في حاجة فضية لان اصلا شوفان اهوا زي ما انتم شايفين الورقة اللي جواه دي فضية دي اللي بتحفظه اصلا ما علينا مش مش المشكلة في ورقته اولا حاجة المشكلة التي ايه اهميته وازاي ناخده الشوفان دا زي ما انتم شايفين اهوا باسمه الشوفان بيعمل على التحكم في مستهات السكر في الدم ومهم جدا 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 لمرض السكري ان هو ياكله يوميا عشان بيسيطر على النشه اللي موجود في الاكل فبالتالي لو انت كلتيه يوميا اي اكل فينا شوية تحت اخديه هيتزبط معدله فبالتالي اه مهم جدا جدا لمريض السكري فيه حاجة حلوه اوي هو غني اوي بالكاربوهايدريد صح بس الكاربوهايدريد اللي موجودة فيها مؤشر نسبة السكر في الدم فيه قليلة بس فيه حاجة حلوه اوي بالاحلا بقى بنستغله ان هو غني بالالياف الالياف دي بتحسسك وبتديك شبع لفترة طويل عشان كده بتعجم واللي عايزين يكونوا عضلات وحاجات من ديه اللي عايزين يخسوا بياخدوه تمام فالشوفان دوت مهم جدا جدا بيقولونك لو اتناولتيه لمدة ستة اسابيع وربعة بيتحكم قبل الوجبات بيقلل من سكر الدم على مدار الاربعة وعشرين ساعة وبيزبط مستوى الانسولين اللي موجودة في الدم وخصوصا في الناس اللي مصابين بالسكر من النوع التاني ده ده كله في الشوفان ده انا لسه هقولك معلومات دلوقتي هتتصدم منها لما تعرف الشوفان وفي الاخر برضه بفكرك ان انا هقولك الطريقة ازاي تتعمل وزا ما انتم عارفين اي حد عنده سكر نوع تاني لازم ياخد اي اي حبوب فيها حبوب فيها الياف كتير وخصوصا الشوفان او نخالة الشوفان لانها بتحسسك بالشبع وبتقلل المتخص السكر اللي هيروح الدم اقولك بيعمل ايه تاني انت خلاص قلنا بيزبط سكر في الدم اقولك وحب بصيتك اوي ان هو بيقلل ضغط الدم المرتفع احب اقولك كمان ان هو مهم جدا جدا للناس اللي عندهم مشاكل في الهضم يعني ايه مشاكل في الهضم عارفة الناس اللي عندهم لو انت عندي كولون عصبي وحاجة مدايقك او الكولون فالشوفان مفيد جدا جدا ليك الناس اللي عندهم التهاب في الامعاء وعندهم اسهال وانساك بيتغير يعني مهم جدا لهم لانه غني بالالياف مهم جدا جدا في مضادات اكسادة بتحميك من اي التهابات وترفع لك المناعة فهو كويس جدا جدا مرض السكري بقى مصاحب ليه حاجة خطيرة قوي وهي ارتفاع الدهون والكوليسترول الضر في الدم ايه علاجه؟ علاجه الشوفان الشوفان بيقلل الكوليسترول الضر في الدم ويتحكم في الشهية بتمنع امتصاص المواد اللي هي بتساهم في امراض القلب والقوعية الدموية الشوفان الكامل غني بالمواد المضادة للاكسادة مضادات الاكسادة دي يا جماعة لازم تاخدوها لانها مهمة جدا في خفض ضغط الدم ومضاد للالتهابات ومضاد للقحة لو حد عنده قحة وكده حتى الدكتور يدلو ايه؟ حاجات رفع مناعة اللي هي مضادات اكسادة اللي هي موجودة اصلا فين؟ في الشوفان يا جماعة فالشوفان حاجة مهمة اوي 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 لازم تاخدوها هل ليه فوائد للزاكرة؟ احنا بقينا ننسى بقى وكده؟ اه طبعا الشوفان بيعمل على تعزيز الوظائف الادراقية وخصوصا في كبار السن عشان كده مهم جدا هل مهم بقى لو واحد عنده سكر وعنده التهاب مفاصل اه مضادة للمفاصل للتهابات المفاصل بشكل عام فمهم جدا 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 يعني لو انت عندك مشاكل ما تقلقيش لما تخديد ان ان شاء الله تبدأت الضبط عندك حتى بص يا جماعة هنا المكونات بتاعته ايه؟ البروتين خمسة وعشرين الكوليسترول زيرو زيرو ايوه الكوليسترول هنا حلو جدا ما فيش الالياف بقى هي شايفين يا جماعة هي المكونات بتاعته بروتين والالياف والدهون والكوليسترول صفر يا جماعة كما انت شايفين عشان كده ما بيعليش الدهون الضر طريقة التحضير موجودة ورا هي مكتوبة ورا ممكن تستخدميها وانا هقولك طريقة تانية تمام؟ هنا بيقولك الطريقة انك تغلي كوب من المي او الحليب وتحط لها خمس معلق شفان للحليب اللي انت بتغلي ده وعايزة بقى تسكري تحط سكر حسب الرغبة ما فيش مسكرة عايزة تحط مسكرات ما فيش مسكرة وبيقولك خلي بالك في الاخر لان المنتج في مادة الجلوتين وديت للناس اللي عندهم ايه مشاكل في المعدة فيخلوا بالك يبقى ده الشفان والطريقة هقولك دلوقتي برضو ليه اهمية تانية وليه هنعمل بقى دلوقتي يعني هقولك طريقة تانية مريد السكري بياخدها اللي هي الخبز خبز الشفان فالشفان ليه طريقة اه واهمية الخبز طب هو الشفان دوت مهم يعني مفيد قوي للام وللجنين هل الام او الست الحامل تقدر تاخد الشفان اه الست الحامل تقدر تاخد الشفان اه خلال فترة الحمل امن للطفل وللام لانه فيه عناصر زي ما احنا قلنا عناصر غزائية قوية جدا جدا بتدي للست الحامل للطاقة زي النشويات المعقدة اللي موجودة فيها عشان كده بتدي للست كمان الشعور بالشبع لفترة طويلة وبيقلل خطر الاصابة بالامراض زي امراض السكري وغيره وبسكر الحامل يعني لو هي حامل وخايفة ما تقلقيش الشفان كويس او لو انت في حامل وخايفة وزنك يزيد فالشفان برضو هيقللك وزنك هيبقى يقلل حاكتين خلال فترة الحامل هيقلل السكر وهيقلل الوزن هل بس كده لا فيه ستة بقى بيشتكوا ان بيجي لهم انيميا وبيجي لهم مفاصيلهم بتوجههم ليه لان الطفل بياخد معاه كل الكالسيوم وحمض الفليج فالشوفان فيه كالسام وحمض الفليج فهيدي للست الكالسام اللي ناقص عندها وحمض الفليج الالياف الموجودة فيها الستة طبعا معرضة للامساك اي ستة هيقلل الامساك اللي عند السد بس بشرط لما تيجي تهرتيل امساك تشربي بعده كمية مياه كتير جدا جدا لان الالياف اللي موجودة فيه مع المياه بتشغل المعدة فبتعليج لك الامساك فيه دراسة يا جماعة عملت 2013 لقوا انك لما تدخل الشوفان على اكل الاطفال بعد عمر ستة شهور او خمس شهور بيقلل الاصابة بالراب والتهاب الانف والحساسية وغيره المدخلة ده للطفل بس لو انت دخلت اكل الشوفان ده للاطفال بعد ستة شهولاني ستة شهور بقى بدأت الام تضيف اكل للعائل الزغير وغيره فانت لو ضفتيه فهيبقى كويس مهم جدا جدا هو فيه على فكرة يا جماعة فيه شوفان خالي من الجلوتين بس الاسف ان ده فيه جلوتين فانتو الناس اللي عندهم مشاكل في الجلوتين ممكن وهما بيجيبوا منه عند اللي هيشتروا منه يقولوله احنا مش عايزينه منه فيه جلوتين فمهم جدا جدا اه الشوفان ده تمان اه الناس بعد اللي عندهم حساسية امح يخلوا بالهم منه تمان ليه لانه نفس تركيب الامح وغيره لان انتو عارفين فيه الناس عندهم مشاكل في الجهاز الهضني فممنوعين من اكل اي حاجة فيها مادة جلوتين فالعنصر اللي معنا ده فيه جلوتين ممنوع طبعا عليه تمام اه ازاي نقامل بقى طريقة احنا قلنا اه فيه حاجة مكتوبة على الورقة هي انك تجيب كوب مية وتغليه او كوب حليب وتضفي عليه خمس معلق شوفان وبعدين تشربيه طيب فيه طريقة تانية اسمها خبز الشوفان ازاي هتجيب الحبوب دي وتطحنيها عارفت دقيق تطحنيها اه بعد كده هتعمليه كدقيق تمام وممكن بقى يعني بدل ما تعملي دقيق دوره ودقيق قمح وتعملي عيش ممكن تطحني ده وتعمليه خبز اه خبز خا اسمه خبز الشوفان وانا ان شاء الله هعملك فيديو مخصوص يعني ازاي تعملي الخبز ده يبقى فيه طريقتين لا اما تشربيها يا اما تشربها بقى اللبن تشربها بمية سخنة مش مشكلة يا اما تعمليه منها ايه تعملي منها الخبز تطحني زي الدي بتاعنا دي اللي احنا بنعمل منه نعيش وتبدأي تكليه او تبدأي تعمليه منه نعيش واقع وتعمليه وانا هان شاء الله عملك فيديو فيارب بقى لو استفدتوا بكل معلومة وعرفتوا ان هو مهم جدا لمراض السكري مهم الامراض الضغط والدم والكوليسترول فما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان نسلكم كل جديد وبشكركم جدا في نهاية الفيديو وبشكر كل المتابعين لينا وان شاء الله استنونا بالمزيد على قناتكم الوصفة السحرية